وللحديث عن وضع الصحي في تاعز ينضم إلينا مباشرة من عدن مدير عام مكتب الصحة في محافظة تاعز دكتور عبد الرحيم السامعي مساء الخير دكتور مساء الخير لك والسادة المشاهدين لنبدأ من التوجيهات الحكومية الأخيرة لرئيس الحكومة بن داغر بحول توفير الأدوية للمستشفيات هل هذا كاف برأيك لمعالجة الكارثة الصحية التي تعانيها المحافظة بالتأكيد التوجيه ليس كاف لأنه لدينا العديد من التوجيهات لدينا بنك كبير لديه مخزول كبير من التوجيهات والأوراق والتحويلات وبالتالي فإن ما يكفي هذه المحافظة هو أن تصل هذه الأدوية وهذه التوجيهات تظهر على أرض الواقع أنا ليس لدي علم كان فعلا قد حصل توجيه لكن ما أريد قوله أنه بعد ساعات من الآن لدي لقاء مع دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء لطرح كل قضايا وآلام القطاع الصحي في تعز وسنضع ذلك بكل وضوح هذا كان بطلب من الأخ رئيس الوزراء أثناء لقائه مع ممثلي أحزاب اللقاء المشترك ليلة البارحة لكن لا أدري إن كانت فعلا قد صدرت توجيهات لكن ما هو موجود على الواقع حتى الآن لم يتغير منذ ما يقرب من أكثر من عام من توقف موازنات المستشفيات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة وكذلك وصل الأمر إلى إغلاق هيئة مستشفى الثورة بجميع أقسامها ولم يتبقى إلا قسم القراحة المدعوم من قبل منظمة أطباء بالأحدود نعم أستاذ دكتور لماذا برأيك تأخرت الحكومة إلى هذه المرحلة من تفاقم المشكلة حتى تأخير إعداد الموازنة المتطلبة لتوفير الأدويات ولتجهيز المستشفيات لمواجهة هذه الكارثة الصحية أنا أعتقد السؤال هذا يجب أن يوجه إلى الحكومة وإلى الأخ وزير الصحة وإلى السلطة المحلية الممثلة بالأخ محافظة المحافظة عليهم أن يجيبوا على هذا السؤال لكي نستطيع نحن مواجهة المواطن المحتاج لهذه الخدمة أنا في طريقي من تعز إلى عدن صباح هذا اليوم في هذا الفقر كنت على تواصل مع أحد الأصدقاء لم يجد لأبيه سريرا يدخله ارتفع لديه السكر في الدم ودخل في غيبوبة ولم يجد سريرا واحدا داخل هذه المحافظة التي يقتنها أكثر من أربعة ملايين من البشر وكانت الركيزة الأساسية لصمود الحكومة الشرعية والجيش الوطني والمقاومة فهذا الجزاء الذي تأخذه هذه المحافظة أنا في اعتقادي أنه يجيب أن يتغير وعلى الحكومة أن تجيب على هذا السؤال ماذا تأخر دعم هذه المحافظة وخاصة فيما يخص القطاع الصحي نعم دكتور إذا كنت تسمي لنا ما هو المطلوب الآن من الحكومة لمعالجة هذه المنظومة الصحية المتدهورة داخل المحافظة أنا أعتقد أنه في مقدمة هذه المطالب يأتي صرف رواتب الموظفي القطاع الصحي القائع القابع في منزله الذي لا يستطيع الحركة بسبب عدم وجود الرواتب وعدم مقدرته حتى على استخدام المواصلة العامة للوصول إلى مقر تقديم الخدمة للمواطنين هذا مطلب أولا أخلاقي وإنساني وشرعي ثم يأتي بعد ذلك أنه مطلب حقوقي كموظفين في الجهاز الإداري للدولة يقدمون خدمات لملايين من البشر اليوم يطل علينا الشهر العاشر وهؤلاء الموظفين لم يستلموا رواتبهم هذا هو المطلب الأساسي والأول والمطلب الثاني هو عودة الموازنات التشغيلية والتي انقطعت منذ ما يقرب من عام ونصف عن المؤسسات الصحية والتي أدت إلى ما نحن عليه من وضع في إغلاق أكبر قلاع الصحة في الجمهورية وهي هيئة مستشفى الثورة في تعز وإغلاق كافة الأقسام في المستشفيات الأخرى عدا قسم الغسيل الكلوي في الجمهوري الذي أيضا مدعوم من منظمة طب بلا حدود هذه المنظمة التي أقدم لها الشكر الجزيل التي لم تترك مدينة تعز في أحلك الظروف وتعمل بوتيرة عالية حتى هذه اللحبة وثم تأتي بعد ذلك المطالبات الأخرى في إنعاش القطاع الصحي ورفضه بالأجهزة التي تم تدميرها نحن كما نعرف أننا ورثنا قطاع صحي متهالك ومنهار من النظام السابق وبالتالي فإن هذه السنتين أو الثلاثة السنوات من الحرب قد قضت على ما تبقى من هذا القطاع وبالتالي فإن هذا القطاع بحاجة إلى إعادة تأهيل متكامل ناهيك عن أن قطاع الصحة نفسه بحاجة إلى تشبيب اليوم إذا زرنا أحد المستشفيات لا نجد طبيبا يبلغ من العمر 45 أو 50 عاما ذلك لأنه قرأ تدمير ممنهج لهذا القطاع وخاصة في هذه المحافظة في السنوات الماضية وفي الثلاثة العقود الماضية هل برأيك الأسباب؟ لم يتم توقيف تلك الكوادر هذه الكوادر تم إزاحتها وهاجرت ونزحت خارج المدينة أو حتى خارج البلد نفسه نعم يعني دكتور هل نشرح من ذلك هل هناك إشارة لغياب الكوادر الطبية كما ذكرت نسبة لغياب التمويل أم لغياب الرواتب بالنسبة للموظفين السبب الأساسي لغياب الكادر هو غياب الراتب أنا أعرف مدى أهلية هذا الكادر ومدى حبه لمحافظة تعز لو أن الكادر الصحي في محافظة تعز يستلم رواتبه كبقية المحافظات لقدم الخدمة لملايين من الناس من مصابين وأمراض باطنية وكوارث تطل برأسها على هذه المحافظة كارثة تنتلو الأخرى فإذن الراتب هو السبب الرئيسي لغياب هذه الخدمة ولهذه الكارثة التي تحل بهذه المحافظة إذ أنه من غير المنطقي ومن غير الطبيعي أن يأتي الموظف من منزله بدون أن يستلم راتبه لعشرة أشهر ولا اليوم هذا الموظف قائع هذا الموظف يبحث عن لقمة عيش لأولاده لا يمكن الطلب منه ولا يمكن إقباره أن يأتي إلى أماكن تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية وهو يشعر بالدوار من شدة القوع الذي يشعر به ومن أيضا تفكيره بأنه سيعود إلى منزله وأولاده مفتوحية لأفواه من شدة القوع ماذا يقدم لهم؟ عشرة أشهر لم يستلموا رواتب ما الذي يمكن أن ننتظره من هذا القطاع ومن موظفي هذا القطاع الجائع اليوم بحاجة إلى إغاثة بدلا من أن يقدمون الإغاثة ويبلسمون قروح المواطنين والمصابين والأمراض اليوم هذا القطاع بحاجة إلى إغاثة فعلا بإطلاق راتبه وإطلاق الموازنة التشغيلية للمؤسسات الصحية في المحافظة كافة لقد أشرت دكتور عبد الرحيم إلى ظاهرة إغلاق المستشفيات فهل لديكم إحصائية بعدد المستشفيات المغلقة حاليا داخل المحافظة؟ أنا سألت نفس السؤال من قناتكم الموقرة بعدد المستشفيات المغلقة وأجبت بالتالي أن المستشفيات كهياكل مفتوحة الأبواب وموجودة كغرف وأبواب وقدران لكن هذه المستشفيات لا تقدم خدمة يعني اليوم عندما نقول أن المستشفى الثورة أغلقت أبوابها أمام المواطنين لا يعني بالمفهوم أنها أغلقت الباب بالأقفال ولكنها غير قادرة على تقديم الخدمات وما يقدم من خدمات داخل هذه المستشفى هو قسم الطوارئ المدعوم من منظمة أطباء بلا حدود فإذا هذا ينطبق على بقية المستشفيات المفتوحة أبوابها كمستشفيات وهياكل وغرف ومباني لكن غير قادر على تقديم الخدمة لأنه تخلو من الموظفين إلا من حراس أمنيين في الأبواب وحتى هذه الحراسة الأمنية أحيانا تختل لدرجة فقدان بعض الأجهزة وهناك أيضا حوادث سقلت قبل ذلك في العديد من المؤسسات الصحية فإذا الحديث عن عدد المستشفيات المغلقة سيكون حديث مدهش لأنه لو أخذنا بمقياس تقديم الخدمة سنقول أن جميع المستشفات لا تقدم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب بل أنها لا تقدم أبدا هذه الخدمة في الكثير من الأقسام إذا ما عدنا مستشفى يعني بالتعديد مستشفى مستشفى حتى نقول أن مستشفى الثورة كم نسبة تقديم الخدمة فيه نقول أنه يقدم الآن مثلا 5% وإذا ما عدنا إلى المستشفى الجمهوري ونظرنا إلى عدد الأقسام العاملة فيه سنجد أن الطوارئ هو الذي يعمل وقسم الولادة والمساء والولادة المدعوم من المنظمة الصباب ورحب فإذا المستشفى كلها تعمل بنسب ضئيلة جدا لا يمكن الحديث عن هذه النسبة اشتركوا في القناة